مرحبا بكم أصدقائي سنتابع في سلسلاتنا وسنتحدث في هذا الفيديو عن أغرب العادات حول العالم حمل الزوجة فوق فحم مشتعل هذه العادة في الصين وهي أن يحمل الزوج زوجته على ظهره ويسير بها فوق جمر مشتعل حيث يعتقدون أن هذا يساعد الزوجة على ولادة أسهل وأيضا يمنع الكوارث الطبيعية مهرجان القفز فوق الأطفال يقام مهرجان سنوي في إسبانيا يكون فيه رجال يرتدون زي شياطين بالقفز فوق الأطفال حديثي الولادة حيث يعتقدون أن هذا التقليد يبعد الشياطين عن الأطفال كسر الخزاف هذه العادة في ألمانيا حيث يجتمع أقارب أصدقاء الزوجين المقبلين على الزواج لتحطيم أواني خزافية ويقوم بعدها الزوجان بتنظيف المكان ويعتقدون أن هذه العادة تجلب الحظ الجيد للزوجان فيما بعد عيد ميلاد مغطى بالقرفة إذا كنت غير متزوج وتعيش في الدنمارك فإن أهلك سيحتفلون بعيد ميلادك الخامس والعشرون بتغطيتك تماما بالقرفة ويعتقدون أن هذه العادة ترجع لتجار التوابل الرحالون الذين لا يجدون الوقت الكافي لإيجاد الزوجة النمل الرصاصي هذه العادة في البرازيل تقتضي بوضع الصبية أيديهم في قفازات مليئة بالنمل الرصاصي ذو اللذغة المؤلمة وهم يرقصون حيث يعتقدون أنه عندما يتحمل الصبي اللذغات دون أن يبكي يكون قد أصبح رجلا تحية غراب العقعق وهي في إنجلترا حيث يعتقدون أن رؤية غراب عقعق وحيد تعني سوء الحظ فيقومون بتحيته لمنع إصابتهم بسوء الحظ مهرجان وليمة الكرود في تايلاند تعقد وليمة سنوية ضخمة على شرف أعداد كبيرة من الكرود حيث يرقصون بزي الكرود ثم تأتي الكرود الحقيقية لتلتهم الطعام المعد على الموائد وسبب هذه الوليمة هو تقديم الشكر والسناء للقرود على الحظ الجيد الذي يجربونه للمدينة شعلة عيد الفصح في ألمانيا وفي الليلة التي تسبق عيد الفصح يشعل الناس نيران ضخمة في أجزاء مختلفة من البلاد وهكذا يرحبون بالربيع ويطردون أرواح الشتاء الشريرة الكيك المحشوب العملات المعدنية في بوليفيا يحتفل الناس بنهاية العام بخبز العملات المعدنية في الكعك حيث يعتقدون أن من يعثر على العملة سيحالفه الحظ في العام المقبل مهرجان رمي الطماطم هذا المهرجان يقام في إسبانيا في آخر أربعاء من شهر آغسطس كل عام ويتم رمي الطماطم على أشخاص آخرين ويجب عليهم عصر الطماطم قبل رميها واحترام الآخرين حتى يتمكن الجميع من قضاء وقت ممتع آيس كريم في الشتاء في منغوليا يفضل الناس تناول الآيس كريم خلال أبرد أيام الشتاء وهناك باع متجولون يبيعون الآيس كريم في صناديق ورقية دون الحاجة إلى ثلاجة بسبب درجات الحرارة المنخفضة جدا اختيار مصيرك في كوريا الجنوبية يحتفلون بعيد الميلاد الأول للطفل بوضع أشياء مختلفة أمامه كالكتب والمال وفرشات رسم وغيرها ويعتقدون أنه اعتمادا على ما يختاره الطفل سيكون مستقبله القفز على الكرسي في الدنمارك وفي ليلة رأس السنة الجديدة وقبل أن تدق الساعة منتصف الليل بقليل يجلس الناس على الكرسي ويقفزون مع أول ثانية في العام الجديد ومن ينسى القفز يجلب الحظ السيء له قص الشعر مرة واحدة في العمر وذلك في الصين حيث توقي النساء شعرهن بدون قص منذ الولادة ثم يقوم بقصه في سنة الثامنة عشر مما يعني أن الفتاة مستعدة للزواج ترجمة نانسي قنقر